الحنطة العراقية خاصة في المناطق الشمالية شمال بغداد وفوق وصولنا للموصل ومناطق جزء من مناطق أقليم كردستان الأرض صفرة بسبب زراعة الحنطة عرانيس الحنطة هذا يعني أن السياسة السلة الغذائية في العراق هي سياسة غير صحيحة مو بس السلة الغذائية سيد أحمد دول العالم كلها ما يحترق بيها الحنطة بس بالعراق يحترق ويحترق حصال يعني شنو الحرارة الشمس اللي تيجي على العراق تختلف عن الشمس التي تيجي على غير دولة بالعالم الله يخليك هاي واحدة من الفقرات بعدين بس أسئلك سؤال زهرة عباد الشمس هي علم زراعتها هي علم زهرة عباد الشمس من أبسط أنواع زراعة أنت هذه هسا أبو الزيت طلعت لقطات معينة بأنه زيت الدار هو الرفع الزيوت طبعا هذه الارتفاع بالأسعار بالمناسبة ما أريد أثر على المشاهدين لكنه هاي البداية الأسعار رح ترتفع بعد أكثر وأكثر وأكثر ومهما سويته من معاقبة التجار هذه الأسعار عالميا أكو أكو بالعالم قانون اسمه قانون العرض والطلب هذا رح يرتفع السعر شئتوا ما بيتهم هذا واحدة إلا إذا عالجتوه إلا إذا كوا هناك حلول يا إخوان هذا الدار اللي أنت هسا طلعت صور إليه هذا يستورد الزيوت من أوكرانيا ويستورد زهرة عباد الشمس يستوردها من أوكرانيا زين أنت يا عراق صار لك عشرين سنة مزارع زهرة عباد الشمس أنت يا مصنع مزارع زهرة عباد الشمس هي فدع علم على الأقل تكاسر بالأسعار على الأقل المنتوجة عندك إذا ما كفه تقدر تستورد كمية أقل وتكاسر بالسعر بحيث ما يأذي المواطن بعدها أنت يا دولة أنت ما رح يجيش 150 مليار دولار وين رح توديه 12% من الشعب العراقي موظفين 88% هم غطاء خاص 40% من المجتمع هم تحت مستوى الفقر أنت 88% هذولة مستفادي من رفعة النفط بالعالم كل شو ما يدخل بجيبه إذا نعود إلى مسألة السياسة الاقتصادية للعراق تحتاج إلى إعادة نظر ربما تتفق معي في هذا وكثيرين أيضا أيدوا هذه نعم نعم أنا أشكرك جزيلا شكرا العراق محتاج إلى ناس تديرهم ذو كفاءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر